عبدالله أحمد يقول أن النقاب عاد يهودية الذي يقولها بعض أفراخ اليهود والصليبيين ممن يكتبون ويشوهون جمال الإسلام فزعموا أن الرجم عاد يهودية وأن النقاب عاد يهودية وأن عذاب القبر إنما هو خرافة يهودية وهكذا كل ما لم يرق لهم فإنهم يلصقونه في اليهود ويجردون الإسلام منه النقاب بمعنى طاقية الوجه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا وهو بالإجماع مشروع مشروع يعني ما قال أحد بأنه بدعة أو أنه منكر يعني أقصد أحد يعتد به وأما هؤلاء الأحد ممن يسوذون الصحائف ويهرفون مما لا يعرفون فإنه لا قيمة لقولهم فالنقاب مشروع درجة المشروعية هل هي الوجوب أو الند أو الإباحة هذا شيء آخر لكن بعد ذلك ما يمكن أبدا أن نجحد مشروعيته